الفيلم كان في رسائل سياسية معينة ووجه أصابع الاتهام لأشخاص مشاركين بالجريمة ومنهم المهربين البشر يلي وعدوا اللاجئين أو السوريين قبل ما يكونوا لاجئين وعدوهم برحلة معينة بوقت معين بظروف معينة برحلة آمنة ولكنهم تركوهن بمنتصف البحر لحالهم وعدد كتير كبير من اللاجئين بقلب قارب وطبعا هون عم نحكي عن فيلم يتشابه إلى حد كبير مع الواقع أو ربما يكاد الواقع يكون أقصى من ما ورد في الفيلم يعني ما غفل عن تصويب أصابع الاتهام عن مشاركين في الجريمة ولكنه تعمد إذا فينا نقول إظهار المجرم الأول ويلي هو النظام السوري صحيح كان فيه رسائل رمزية إذا بدك منها عالم الثورة أو صور بشار الأسد بالشوارع وطبعا كانت كتير قليلة يمكن بمشهدين مش أكتر ولكن هيدا غير كافي بوقت أنه النظام لا يزال مستمر وجرائمه لا تزال مستمرة بحق السوريين طب بما نقول غير كافي يعني هو بجزء من أجزاءه أو الفيلم كله يعني عم يحكي عن اللاجئين تحديدا وعم كأفلام نتفليكس كعادتها بتركز على فكرة البطل الهيرو طيب بما أنه هذا الفيلم الذي يعرض على هذه المنصة الذي يستعرض قضية إنسانية يعني بعض الناس بتقلك إنه أوكي صناع الفيلم ممكن يكونوا بعاد عن التفاصيل كتير وإنه هن إذا بدون يكونوا حيادين هيك المفروض ينعرض للفيلم شو رأيك؟ يعني شو كان المفروض يعملوا صناع الفيلم لحتى يكون أقرب لللي بتصورنا نحنا أنا وإنتي على الأقل لا أنا برأي الحياة بهذه القضية ليس مقبولا بتاتا وأي حياة هو تزوير للواقع وهو تزوير للحقيقة يعني أنا لست سورية ولكن صحفية ومتابعة للشأن السوري ومتابعة لكل ما يحصل في سوريا وللسوريين إذا كانوا بسوريا أو إذا كانوا لاجئين ببلدان أخرى وعندما شاهدت الفيلم على رغم جمال هيدا الفيلم والمتعة اللي حسيت فيها أنا وعم بحضره وإنا يمكن افتتحت أصلا المقال بعبارة أنه ما فيك تشيل عيونك عن هيدا الفيلم مع أنه طويل ومتعب ولكن بحس بإذا بدك يعني بحس أنه في شي ناقص في تزوير للحقيقة بفهم بمحل معين أنه المخرجة أرادت أنه تتركز على اللاجئين تركز على القصة الأساسية تركز على السباحة الأساسية ولكن تجهيل القاتل وتجهيل المسبب الأساسي بهيدا القصة هو أمر مش مقبول بالنسبة لإلي كمشاهد يعني اليوم عم نقول أنه هول هيدا السباحة وصلت للأولمبياد بس ما حددناك هي ليش وصلت ما هي وصلت لأنه صار معه ظروف بحياته ولأنه اضطرت أنه تظهر من تحت بيتها بالقصف يعني ما فيه يكون فيه قصة بلا مسبب يعني لأصلا هيدا الفيلم من أساسه ما كان ليكون لو ما كان فيه نظام عم يقصف شعبه طب في عبارة هلأ طالع على الشاشة ملافقة لصورة حضرتك طائراتكم لن تستطيع أن تقصف أحلامنا يعني هاي إشارة واضحة أنه هاي طائرات النظام يعني ما حدا عنده من المعارضة والفصائل العسكرية طائرات أليس هذا تصريح أنه النظام هو الذي يقصف ولا تصريح بس إلي وإليك لأنه مطلعين على الشأن السوري ممكن أي حدا من غير دول ما يعرف شو أصدى الكاتب طبعا ممكن ما يعرفه حتى لو بيعرف يعني مثل ما قلتلك رمزية الرسائل السياسية بفيلم هالأد مأساوي هالأد قصة مش قطع عليها الزمن قصة ما زالت مستمرة نظام ما زال موجود جرائم ما زالت عم تتكرر قصف ما زال عم يرافق أطفال ببيوتهم فمش كافة أنه يكون فيه مجرد رسائل سياسية أو رسائل رمزية لا المفروض يكون فيه وضوح يكون لما عم تحكي عن الثورة اللي بنت بأول مشهد أو المشاهد الأولى من الفيرما عم بتقول أنه الثورة بلشت بسوريا وعم بيصير مثل ما صار بأخرى من العالم العربي لازم يكون واضح أنه هذه الثورة ضد النظام ضد القمع ضد الاستبداد ما كان واضح هذا فيه أبدا بالنسبة لإله طب مريم يعني خلينا نسأل السؤال اللي دائما بين سئل ما ممكن السباحتين يعني اليسرى وسائرة هن اللي طلبوا من صناع الفيلم أنه ما يكون فيه ذكر واضح للنظام مثلا هل تم التواصل مع صناع العمل للتأكد من هذه المعلومة لا أنا صراحة متوصلت مع صانعة العمل وما بعتقد أنه فيه دور ليسرى ما بعرف يعني بعتقد هاي دي رؤية المخرجة وهو كأنه الفيلم يعني أرادت المخرجة فيه أنه تركيز على القصة الإنسانية بالموضوع على قصة اللاجئين على قصة الصعوبات اللي بواجهوها اللاجئين سواء سوريين أو غير سوريين وكيف أنه بيتحدوا من أجل أحلام وطبعا هاي دي رؤية جميلة جدا ولكن مش كافة بالنسبة لإليك المشاهدة إلا خلينا إذا بنا نختم اللقاء بما أنه عم تقولي مش كافة يعني شو كان مطلوب من الكاتبة والمخرجة اللي هي بريطانية وأصلا يعني مصري وهي متابعة مثل ما قرأت من بعض المقالات والتصريحات أنه على أربع سنين مدار أربع سنين تم إنتاج هذا الفيلم شو كان مطلوب منا لتجاوب عن هاي الأسئلة اللي طرحناها عن هذه التساؤلات يمكن اللي عم نتناقش فيها هلأ طبعا أنا بفهم بناحية معينة أنه كان هدفة تركيز على القصة الإنسانية على قصة اللاجئين على قصة سارة ويسرى بس اللي مش كافة بالنسبة لإليك كان أنه يعني كان ممكن ولو بمشهد واحد أنه تمرئ رسالة سياسية واضحة قوية يحس المشاهد أنه المسؤول عن هذه الجرائم هو نظام بشار الأسد أو المسؤول عن هذا القصف أو المسؤول عن هجرة ملايين السوريين من سوريا هو النظام يعني تجهيل المسبب بيخلق شك بمحل معين وبسيهم بتزوير الحقيقة بالنسبة لإليك